بعد الغيبة ما يسمى غيبة الإمام الثاني عشر كان عدنا علماء بالقدم الرابع في عالم أدنى اسمه الحسن بن أبي عقيل العماني هذا معاصر للشيخ الكوليني هذا كان يفتي بصلاة الجمعة طبعا كلهم يكتبون برسائلهم أو فتاواهم لم يشترط في صلاة الجمعة تكامل العدد ولم يذكر حضور الإمام العادل أو الإمام المعصوم ولا نائبه الخاص واكتفى بالقول إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر فإذا على استقبل الناس بوجهه فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام خطيبا للناس هذا هو هذا في كتابه أذكر هذا الشيء ولم يعرف عن أحد من علماء القرن الثالث والرابع قولا بمقاطعة صلاة الجمعة باعتبار فقدانها لشرط وجود الإمام أو إذنه الخاص أحد من علماء الشيعة ما كان يقول ذلك إلا ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي يقول في رسالة له إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلي إلا المكتوبة هذا علي بن بابويه القمي يقول الكلام الكلام مش من عنده جائبة ولكن هذا القول لم يعرف عن الشيخ الصدوق الوالد ما معرف عنه ولم يروي عنه أحد من العلماء ولم تثبت صحة نسبة الكتاب إليه فالكتاب منسوب إليه ما معرف منه كاتبة وما صارت يعني أكشبها بهالموضوع وخربت هذه الفريضة إلا مسألة الغيبة والإمام العادي والمعصوم الموجود وكذا هذه خربطت كل الفكرة الشيعية كل الفقه الشيعي كل الدين الإسلامي بالرأي الشيعية وقد تحدث الشيخ المفيد في الإرشاد هذا من علماء القرن الرابع الخامس عرضا عن مهمات الإمام المعصوم وضرورة وجوده فذكر من مهماته جمع الناس في الجمعات هذا شغلة الإمام يعني ولكنه لم يشترط بصراحة أن يكون المقيم للجمعة معصوما قال هاي من أعماله إذا إجل الإمام يقيم سلاة الجمعة ما قال يجب الشرط هناك شرط في سلاة الجمعة أن يكون الإمام المعصوم يقيم الصلاة كما لم يسقط وجوب الجمعة في غيبة الإمام المعصوم هذا الشيخ المفيد اللي يسموه شيخ الطائفة ولكن تلميذه السيد المرتضى على منهدى أشار في كتاب اسمه الناصريات إلى ضرورة العدالة في الإمام إمامي لصلاة الجمعة لازم يكون عادل وقال شوفوا إمام عادل قال وقال الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل السلطان العادل كلمة عامة وقال في كتاب آخر اسمه المياه فارقيات لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل فإذا عدم ذلك ما موجود الإمام العادل صليت الظهر أربع ركعات ومن اضطر إلى أن يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية وجب عليه أن يصلي بعد ذلك ظهرا أربعا يروح أمام الناس الصلاة الجمعة بس بعدين يعيدهم هذا قول السيد المرتضى طبعا طلعا من بطنة أيضا ما عنده أي دمي شرع عليه ولكن شوفوا نفس السيد المرتضى لم يسرح بشرط حضور الإمام المعصوم أو ابنه ولكن كان يقصد فيه الإمام العادل يعني بالمصطلح الإمام الاثنى عشر يعني الإمام المعصوم واجهوا لبعده العلماء اللي بعده من تأخر عنه قد فسر كلامه بإرادة الإمام المعصوم من كلمة العادل هذا مصطلح يعني مو لغة اصطلاح هذا حيث اعتقد أنه لا إمام عادلا إلا الإمام المعصوم طبعا فإذا يقصد هو شنو الإمام المعصوم ما يصير واحد إمام عادل بالانتخاب وبالكذا ولا فقيه ولا محزنون إلا الإمام المعين من قبل الله تعالى واجه الشيخ الطوسي كان أيضا معاصر ومتأخر عن هذا سيد المرتضى في كتاب الخلاف الفقه قال إن من شرطي إن أقاد الجمعة من شرطي منين جبت الشرط الآن هو دي يقول هذا من شرط الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك يجون دولا يصلون ومتى أقيمت بغيره لم تصح إذا أقيمت الصلاة بغير إذن الإمام لم تصح طبعا هذه الفتوى ما أخذيها من السنة الشيخ الطوسي والبقية العلماء ما أخذيها من علماء السنة اللي يقولون صلاة الجمعة الخليفة لازم يعين الأئمة من أعمال الخليفة وما يصير واحد يصلي كيفا يصير فوضى بالبلد فلازم الخليفة أو الحاكم هو يعين أئمة الجمعة فأخذوها وقالوا زيني الإمام الإمام أدنى منه هو الإمام العادل يعني ما معصوم إذا ما موجود إذن طارت الصلاة شوفوا شلون لف الشيطان شلون لعب أقولنا وقال أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط عند كتاب اسمه المبسوط في فقه الإمامية يقول فأما الشروط الراجعة إلى صحة الإنعقاد فأربعة ويجيب من أدها السلطان العادل أو من يأمره السلطان السلطان العادل هنا أيضا هذا صار مصطلح ويذكر فيه كتاب الجمل في العقود وفي النهاية وفي كذا أيضا يذكر وبعدين يجي أبو أبو الصلاح الحلبي معاصر الشيخ الطوسي من توفي سنة أربعمائة وسبعة وربعين يعني قبل الطوسي أيضا توفي يذكر عند كتاب اسمه الكافي في الفقه يقول لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين هنا أيضا ما حسم قال أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة العادية تقوى يعني وراء عند تعذر الأمرين إذا ما موجود الإمام يمكنها من صلصات الجمعة فما ربطها جدا يعني ما ربطها بالإمام العادل وبعدين أدك القاضي ابن عبد العزيز ابن براج طرابلسي في المهذب وأنا مستعرض لأحد يحب يطلع على الكتاب وبن إدريس يجي في القرن السادس الهجري يجي فسر كلام الشيخ الطوسي ورغم هذا ابن إدريس سوى ثورة في كثير من مسائل عاد النظر فيها وكان شجاعي وكان جريء وكان مشتهد يقول في كتابه في كتابه مسائل الخلاف بنى رأيه في تعطيل صرات الجمعة على من اشتراط الإمام مع أن الطوسي نفسه لم يصرح بمقصوده هناك ولم يشترط صفة العدالة في الإمام ولم يثبت الإجماع عند الشيعة قبل ذلك على معنى الإمام المعصوم ما كان حتى إجماع صاير عند الشيعة واشتراط حضوره أو إذنه بالخصوص في صلاة الجمعة كما لم يثبت إجماع المسلمين على اشتراط حضور الإمام المطلق في إقامة صلاة الجمعة الله قال إذا نودي أي واحد كان نادي ما قال إذا نادى الإمام العادل فعليكم أن تصلوا إذا نودي سمحت الصلاة صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعدين نجي على شرائع الإسلام للحلي وتطورات الحكم هذا ونجي في ناس قاموا يترددوني شوية يجوز ما يجوز الآخر شي العلي عبد العالي الكركي اللي قام يصلصها تجمعة في أيام الدولة الصفوية وأجازها ثم نجي إلى أغرب حكم